السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث التجاري شعب الشؤون القانونية معاكم أستاذ محمد عرفات ان شاء الله هنشرح النهاردة مراجعة عامة لمدة قانون العقوبات الموضوع المنهج بتاعنا طبعا احنا قلنا ان المنهج بتاعنا كله مقرر علينا من اول صفحة لاخر صفحة فعايزين تركيز في كل الاجزاء اللي موجودة هنحاول بقدر الامكان النهاردة نغطي جميع الاجزاء بتاعة المنهج بحيث تبقى مراجعة يعني مفيدة لكم كلكم ان شاء الله طيب هنبدأ على طول كده بقى نخش على جرائم بتاعتنا احنا عارفين طبعا ان عندنا جرائم كتيرة جدا في قانون العقوبات زي جرائم أمن الدولة زي الرشوة زي الاختلاص زي الاستلاء زي الغدر زي التربح جرائم مثلا زي القتل القتل عمدي وقتل غير عمدي جرائم زي السرقة النصب خيانة الأمانة طبعا جرائم الخاصة بالحدث اللي هو الطفل اللي سنه أقل من 18 سنة وكذلك جرائم الموظفين سواء لو هم اعتدوا على الأشخاص أو حصل اعتداء عليهم نخش على طول بقى في الأسئلة بتاعتنا بيجي سؤال يجي يقولك عرف ما هي جرائم الاعتداء على أمن الدولة جرائم الاعتداء على أمن الدولة عندي بتنقسم لونعين جرائم اعتداء من جهة الخارج وجرائم اعتداء من جهة الداخل هنفرق ما بينهم ازاي بدايةا كده جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الخارج هي الجرائم التي تنطوي على الإضرار أو الاعتداء أو المساس باستقلال الدولة أو سيادتها أو مصالحها القومية يبقى ترى ما تكلمت على السيادة بتاعت الدولة والمصالح القومية والاستقلال بتاعت الدولة يبقى دي اسمها جرائم الاعتداء من جهة الإيه الخارج طيب أما جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل هي الجرائم التي تنتوي على الاعتداء على النظام الداخلي للدولة والمساس بالأمن والاستقرار الذي يتمتع به الناس يبقى الأولى اللي هي جرام الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج أنا بمس باستقرال الدولة وسيادتها ومصالحها القومية يعني بابتكلم عن الدولة كلها أما أنا بابتكلم على جرام الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل فأنا بمس بالأمن والاستقرار اللي بيتمتع به الناس بأخليهم على طول ما سنعايشين في حالة رعب وخوف طيب فيه بعد كده أنواع جرام الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل طبعا من جهة الخارج فيه أنواع لجرائم اعتداء على أمن الدولة من جيت الخارج وفيه برضو جرائم للي اعتداء على أمن الدولة من جيت الداخل طب إيه هي أنواع جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جيت الخارج عندي جريمتين جريمة بتسمى السعي وجريمة اسمها التخابر السعي هو كل نشاط يصدر عن الجاني لدولة أجنبية لأداء خدمة لها مما يقع تحت إيلة التجريم طبعا يعني شخص بيساعد دولة أجنبية معادية للدولة بتاعتي وبييوم لاب خدمة عشان خاطر يدور الدولة بتاعتي طيب أما التخابر هو التفاهم غير مشروع بتواصل بشكل غير مشروع مع دولة بتاعة دولتي بمختلف صوره بين الجاني نفسه والدولة الأجنبية سواء طبعا كان هذا التفاهم صريح أو ضمني يبقى كده جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جيد الخارج وبيتنقسم لجريمتين جريمة سعي وجريمة تخابر طيب احنا قلنا دي كده الجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جيد الخارج أما جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جيد الداخل فبتنقسم إلى ثلاث أنواع برضو من الجرائم واحد محاولة قلب النظام الحكم ودي الجريمة الأولى اتنين تأليف وإدارة المنظمات المنهضة والترويج لأفكارها اللي أنا بألف أي منظمة بتناهد الدولة وطبعا المنظمة دي بتحاول تروج للأفكار عشان الناس نضم إليها رقم ثلاثة التحريض والاتفاق والتشجيع لارتكاب جرائم الاعتداء على الأمن الداخلي إن أنا بحرط شخص أو باتفق مع شخص أو بشجع شخص إن هو يقوم بأي جريمة تدور الدولة طيب أنا قلت إن التخابر هو تفاهم غير مشروع طيب إمتى أقول إن أنت متصل بدولة أجنبية اتصال غير مشروع يعني اتصال غير صحيح اتصال يودي يقول إنه اللي أنت بتعمله كده جريمة عندي ثلاث صور للاتصال غير مشروع بدولة أجنبية التلاث صور هتلاحس إن هو بيبدأوا بكلمة إيه؟ السعي لده دولة أجنبية والتخابر مع ليه؟ للكيام بأعمال عدية دمصي بنا بسعى وبتخابر عشان أقوم بأعمال عدية دمصي اتنين السعي لدولة أجنبية ليه؟ عشان أعاونها في العمليات الحربية أو الإضرار بالعمليات الحربية المصرية إما بسعيتها في العمليات الحربية اللي هتقوم بيها ضد مصر أو إن أنا بضر بأي عملية حربية لمصر تلاتة السعي لدولة أجنبية للإضرار هتضر بأيه؟ بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي يبقى كده عندي كم صورة؟ تلاتة يبقى سعي لدولة أجنبية والتخابر مع عشان أقوم بأي عمال عدية دمصر ومرتكب يزيد جريمة سوى ارتكبها في حالة الحرب أو في حالة السلم سعيتها برضو اللي بيكون في الحالتين العقوبة إعدام السعي لدولة أجنبية وبعاونها في عملياتها الحربية ضد مصر أو بضر العمليات الحربية ضد مصر العقوبة برضو بتعيتها سوى في حالة السلم أو في الحرب بتبقى إعدام أما الأخيرة السعي لدولة أجنبية للإضرار بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي خلي بالك هو هنا الركل المادي هنا فيه فعلين أنا بسعى وبتخابر مش بس كده لأ لازم السعي والتخابر بتاعي يؤدي إلى الإضرار بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي يعني لازم أن السعي والتخابر يضر الدولة بتاعته يصيبها أي ضرر سواء في الاقتصاد أو في السياسة أو في عمليات الدبلوماسية طيب نخش على موضوع جديد اللي هو الرشوة إيه هي الرشوة؟ الرشوة هي التجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو في أعمال وظيفته عن طريق طلبه أو قبوله أو أخذه هدية أو عطية مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه هنا موظف عام المفروض أن أنا بدي الورق يخلصولي رفض أنه هو يخلص الورق إلى لما بدي له مبلغ من الأموال هو أصلاً مش من حقه ياخذ هذه الأموال ولكن هو عشان يخلص لي الورق بتاعي فعايز ياخد مني فلوس فهنا يعتبر بيتاجر بأعمال الوظيفة إيه؟ بتاعته عن طريق طبعاً هو بياخد مني فلوس خلي بالك باب باب فيها ثلاث صور اللي هو أخذ أو قبول أو طلب يعني إما هيطلب مني فلوس أو هياخد مني الفلوس ويستلمها فعلاً أو هيقبل العرض اللي أنا عرضته عليه طبعاً هياخد مني الفلوس دي ليه؟ إما عشان هيقوم بعمل من أعمال الوظيفة اللي هو المفروض يقوم بها من غير ما ياخد مني حاجة أو هيمتنع عن عمل القانون آي للمفروض أنه يقوم به أو هيخلي بالواجبات بتاعة الوظيفة طيب أطراف جريمة الرشوة جريمة الرشوة فيها ثلاث أطراف هما فيه طرفين أسين الرشي والمرتاشي دون الأساس بس فيه واحد ثالث اسمه الرائش طيب ناخد أول حاجة المرتاشي هو الموظف العام يبقى لازم في جريمة الرشوة يكون عشان أقول إنه هناك جريمة الرشوة يبقى لازم الشخص اللي هو المرتاشي لازم أن يكون موظف عام اثنين الرائش هو الرائش هو كل الشخص يدخل بين صاحب الحاجة وبين الموظف العام اللي هو الوسيط اللي ما بينهم يعني فيه موظف عام وفيه طالب الرشوة فيه صاحب المصلحة فيه واحد ما بينهم في النص هو اللي بياخد الفلوس من ده ويسلمها لده فبينسميه الوسيط أو الرائش تالت واحد طبعا اللي هو الرائشي وصاحب المصلحة الذي يعرض الرشوة ويقدمها يبقى اطراف جريمة الرشوة رائشي ومرتشي دول الاساسيين والشخص الاخير اللي هو الرائش اللي هو الوسيط فيه بعد كده ارقان جريمة الرشوة انا قلت لك طبعا قانون العقوبات كل جريم من ايه هم بتتكلم عنها بيبقى فيها ركنين ركن مادي وركن معناه ودول اساسي في كل الجرائم ما هذا طبعا جرائم القتل غير العندي طيب ايه ارقان جريمة الرشوة واحد صفة الجاني هنا قلت صفة الجاني ليه لان لازم يكون مرتكب جريمة الرشوة لازم ان يكون ايه موظف عام اشانا اقول فيه جريمة الرشوة بلازم ان يكون موظف عام اتنين اللي هو الركن المادي والركن المادي بينقسم لحاجتين السلوك الاجرام اللي هو عمله وسبب الرشوة طبعا السلوك الاجرامي عندي اللي هو ثلاث حاجات اما طلب او قبول او اغز أما سبب الرشوة اللي هو بقى إما القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة طيب تلاتة الركن المعنى هو اللي هو القصد الجنائي وطبعا ما فيش حد يرتكب جريمة الرشوة بالصدفة أكيده يبقى إيه يتوفر لديه إيه القصد يبقى دي الأرقام بتاع جريمة الرشوة هما ثلاث أرقام طيب صور السلوك الإجرامي في الرشوة اللي احنا لسه يلينهم من شوية طلب يعني أنا بطلب منك فلوس يبقى الموظف يطلب من شخص صاحب المصلحة فلوس عشان يخلص له إيه يخلص له الورق بتاعه مثلا طيب هنا خلي بالك الطلب الجريمة لسه ما اكتملتش صح يبقى بنقول عليها شروع في الرشوة إذن الطلب هو شروع فين في الرشوة اتنين الكبول الكبول يعني أنا إيه شخص الرشي عرض على الموظف مبلغ من الأموال والموظف وافق يعني الموظف قالك ما فيش الموظف خاد الفلوس أو إبل العرض يبقى ساعتها إيه بتسمى رشوة معجلة فهنا طبعا بنقول عليها الكبول اللي هو إبل العرض اللي اتعرض عليه فبتسمى رشوة إيه مؤجلة لأنه هو لسه ما استلمش الفلوس وحطف جيبه لا هو وافق على العرض والله أعلم بقى صاحب المصلحة هيجيب له فلوس ولا مش هيجيب هاله فبتسمى رشوة مؤجلة تلاتة الأغز ودي أخطر صور جريمة الرشوة لأن الأغز يعني الشخص المرتشي اللي هو الموظف العام استلم الفلوس وحطف جيبه تمام كده فبتسمى رشوة معجلة لأن هنا أنجزنا عارف خلصة تعتبر جريمة أصلا إيه بدأت واكتملت كمان طيب يبقى كده أنا عندي ثلاث صور طلب وكبول وأغز ناخد بالنا أن الطلب شروع في الرشوة وأن الكبول تعتبر رشوة مؤجلة والأغز تعتبر رشوة إيه معجلة فيه بعد كده الرشوة اللاحقة بص رشوة اللاحقة يعني ندي مثالها بسيط كده بسرعة واحد راح يخلص ورق من موظف عام الموظف خد الورق وخلصه له والدهوله والشخص ده هو جاي يمشي أم جاي دفع أو قد مبلغ من الأموال لشخص الموظف إيه زي اللي احنا بنوى عليه دايما كده بشكل عام اللي هو إيه إكرامية خد الإكرامية دي ليك لو الموظف استلم الفلوس أو خد منه الفلوس اسمها الرشوة اللاحقة تمام يبقى الرشوة اللاحقة هي كبول الموظف أخلي بقى ما كانش فيما بينه ماتفاق سابق وكمان ده هو خلص العمل اللي هو كان عايزه وبعد كده خد الفلوس بتسمى رشوة إيه لاحقة يبقى يا كبول الموظف العام هدية أو عطية من شخص أدى له عمل أو امتنى عن أدائه وذلك بعد تمام العمل أو الامتنى عنه وبغير اتفاق إيه سابق يعني بعد تمام العمل وبغير اتفاق إيه سابق طيب جريمة أخرى سمى جريمة اختلاص المال العام بص اختلاص المال العام أولا لازم انتقع من شخص الموظف عام خلاص هو هي اختلص يا مال يا أوراق بس أهم حاجة عشان أقول عليها جريمة اختلاص المال العام لازم ان يكون المال أو الأوراق تحت حيازة الموظف بحكم وظيفته زي السكرتير مثلا أو المحاسب اللي في البنك بحكم الوظيفة الفلوس تحت إيده صح كده أو الأوراق تحت إيده فلو خد هذه الأموال يعتبر هنا اختلاص بلازم ان يكون موظف عام والمال تحت حيازه عشان ناخد كمان شوية الاستلاء الاستلاء موظف عام بس المال مش تحت حيازه زي ما سندي مثال مدرس في المدرسة لأ الباب الخزنة مفتوح ده غير خد الفلوس هنا اسمه استلاء وليس اختلاص ليه؟ هو موظف عام بس المال مش تحت حيازه أما الاختلاص سكرتير المدرسة حكم الوظيفة الفلوس تحت إيده دخل وخد الفلوس من الخزنة يعتبر هنا اختلاص ليه اختلاص؟ لانه هو موظف عام والمال تحت الحيازة بتاعته يبقى نقول كده اختلاص المال العام هو اختلاص الموظف العام او من في حكمه لأوراق او اموال او غيرها موجودة في حياسته بسبب وظيفته سواء كان المال مال عام او مال ايه خاص مال عام اللي هو مال لدولة او مال خاص زي مثلا الافراد اللي بيروحوا يحطوا فلوسهم في البنك فده يعتبر مال خاص بس موجود في جهة ايه حكومية ده التعريف بتاع اختلاص المال العام الارقام بتاع جريمة الاختلاص المال العام زيها زي الرشوة بس سنزود عليها ركن تاني او ركن رابع بيسمى محل جريمة الاختلاص يبقى واحد صفة الجانة لازم ان يكون موظف عام اثنين محل جريمة الاختلاص هو هيختلط ايه يا مال يا اوراق بس اهم حاجة المال اوراق يكون ايه تحت حياسته اثنين الركن اثلاثة الركن المادي اللي هو فعلي الاختلاص اللي هو يحولها من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة حيازة نقص يعني ايه؟ يعني هو المال تحتهي دي بس مش من حق اتصرف فيه لحسابي فدي اسمها حيازة نقصة اما حيازة كاملة ان انا بقى بتعامل مع المال اكنه المال بتاعي فبصرف واشتري اللي انا عايزه وبصرف على نفسي من مال اصلا مش بتاعي رقم اربعة اللوه الركن المعنى واللوه القصد الايه؟ الجنائي في بعد كده محل جريمة الاختلاص هو انت هتختارس ايه؟ قلتلك محل جريمة يا مال يا اوراق بس اهم حاجة لازم ان يكون ايه؟ وجود المال في حيازة الموظف بسبب ايه؟ وظفته يعني انا بختلص مال او اوراق بس اهم حاجة لازم ان يكون المال ايه؟ تحت حيازتي طيب هل هناك حالات بنشدد فيها عقوبة جريمة اختلاص المال العام؟ اه طبعا خلي بقى لك جريمة الرشوة بتوبة سجن مؤبد جريمة الاختلاص المال العام بتوبة سجن مشدد بس في بعض الحالات بشددها من سجن مشدد الى سجن مؤبد امتى وصل على السجن مؤبد؟ عندي ثلاث حالات بخلي جريمة اختلاص المال عام بدل السجن ومشدد أخليها سجن مؤبد امتى؟ واحد اذا كان الجاني مأمور تحصيل أو مندوب تحصيل أو أمين على وداع أو صرف اي شخص من الاربع اللي انا ذكرتهم دول لو اخذوا المال هنا هنشدد العقاب بدل سجن مشدد يبقى سجن مؤبد اتنين لو ارتبطت جريمة بجريمة تزوير زورت عشان اخذ المال بشكل ايه؟ لكني بقى اخذوا بشكل قانوني يعني بزور في اولاق عشان اخذ المال من الخزنة بشكل رسمي يبقى ارتكبت جريمتين فينا بتضاعف العقوبة بدل سجن مشدد وبسجن ايه؟ مؤبد ثلاثة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب لو انا عملت الجريمة دي في فوقت الحرب وترتب عليها للدولة ضرر اقتصادي طبعا معروفة في فوقت الحرب انتوا بالدولة محتاجة لكل الفلوس اجي انا بقى ازود المشاكل اكتر وروح جايه مختارس المال ففي الحالة دي طبعا لو ترتب عليها اي ضرر اقتصادي العقوبة هيزيد بدل سجن مشدد يبقى سجن ايه؟ مؤبد يبقى دي حالات بتشدد فيها العقوبة للسجن المؤبد في جريمة اختلاص المال العام طيب الجريمة التانية بقى استلاء على المال العام يبقى كده الاختلاص موظف عام والمال تحت حياسته اما الاستلاء موظف عام فقط انما مش شرط المال طبعا مش هيبقى تحت ايه؟ حياسته هو استلاء الموظف العام او من في حكمه على مال او اوراق او غيرها من احدى الجهات الحكومية هل هنا اذكر المال تحت حياسته؟ لا بدل فرق ما بين الاختلاص والايه والاستلاء خلي بالك القانون اشترط ان يكون في جريمة اختلاص المال العام هناك ربطة ما بين الموظف والايه والمال لان لازم ان يكون هو موظف عام والمال تحت حياسته ففي حاجة بتربط الموظف بالمال اما في الاستلاء القانون لم يشترط ان يكون هناك اي رابطة ما بين ايه؟ الموظف والمال ساعته طبعا زي ما نعود ديك مثال مدرس هو موظف داخل المدرسة خد الفلوس من الخزنة يبقى هنا اسمه استلاء لان هو موظف عام اه بس المال مش تحت ايه؟ مش تحت حياسته طيب فيه بعد كده ارقان جريمة الاستلاء على المال العام نفس الارقان اللي انا ذكرتها في جريمة اختلاص المال العام هذكرها بالضبط في جريمة الاستلاء على المال العام واحد سفة الجاني لازم ان يكون موظف عام اتنين محل الجريمة هو يختلص ايه؟ برضو مال او اوراء موجودة في مكان عام في مال اوراء وسواء بقى كان المال عام او مال ايه خاص موجود في جهة حكومية رقم تلاتة الركن المادي اللي هو الفعل اللي هو ام بيه اللي هو فعل الاستلاء سواء استولى على المال بغير وجه حق او سهل الغير ان هو يستولى على المال خلي بالك ممكن يبقى مثلا مثلا سيكرتير هو المسؤول اللي هو صرف مثلا هو مسؤول عن الخزنة سبب الخزنة مفتوح وسهل للغير ان هو يجي ياخد المال فهنا بتسمى جريمة ايه الاستلاء اربع الركن المعنى اللي هو القصد الايه؟ الجنائي ولو لاحظنا جميع الجرامة تلاحظ ان فيها قصد جنائي ان الشخص قاصد يرتكب الجريمة طيب هناك برضو حالات بتشدد فيها جريمة عقوب الجريمة الاستلاء زي ما قلنا في الاختلاص بس كل فيها في الاستلاء هنقول حالتين فقط لغير عكس الاختلاص كانوا ثلاث حالات طيب في الاستلاء واحد ازا ارتبط الجريمة الاستلاء بجريمة ايه؟ تزوير يعني لو زور عشان يستولى على المال اتنين لو ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها ضرر ايه؟ اقتصادي نفس الكلام اللي احنا قلناه بالضبط في جريمة الاختلاص بس هنشول منها النقطة الاولى لو كان ايه؟ امين على وداع او صراف او مامور تحصيل او مندوب تحصيل طيب جريمة اخرى بتسمى جريمة التربح جريمة التربح برضو دي جرائم بتقع كلها من موظفين عام هو حصول موظف عام او حاول ان يحصل نفسه او لغيره بدون وجه حق على ربح او منفع من اعمال ايه؟ وظيفته بيستغل اعمال وظيفته انه هو يتربح منها يعني مثلا نفترض مثلا سواء مثلا او صائق هيئة في هيئة النقل العام بعد اما خلص الوردية بتاعته اللي هو المعيد مثلا من تمانية مثلا لخمسة بعد كده المفروض يسلم الاوتوبيز بتاعه او العربية بتاعته للجراش ما سلمهاش وخذها وشغلها فهو استغل الوظيفة بتاعته انه هو يتربح ايه منها انا طبعا بدي ايه مثال بس توضيحي كده يوصل لك فكرة التربح جاي منين يعني يبقى هو بيستغل اعمال وظيفته عشان يتربح ايه يتربح منها طيب اه في جريمة اخرى تسمى جريمة الغدر جريمة الغدر عبارة عن ايه؟ قيام موظف عام لو شاء في تحصيل الدرايب او العواد زي اللي بيجيلك كده خبط على البيت عليكم عواد كذا عليكم مثلا الف جنيه عليكم خمسمين جنيه تمام؟ بطلب ما ليس مستحق او اكثر من المستحق او ما يزيد عن المستحق يعني ما علمه بذلك يعني موظف عام جاي بيخبط عليك يقولك درايب او عواد على البيت فطلب منك مبلغ مش من حقه ياخده او طلب اكثر من اللي المفروض ان هو ياخده ما علمه بذلك يعني هو على علم بذلك طبعا هنا الغدر هو بيخضر بالشخص اللي قدامه بيستغل مثلا جاهله بالقانون او بيستغله جاهله مثلا في القرية والكتابة ويدي له وراء ويقول له احنا ما انا موظف عام موجود في جهة كذا مطلوب منك مبلغ معين من الاموال المبلغ ده اصلا مش من حقه ياخده او من حقه ياخده او بس مش بنفس القادر ده فساعتها تسمى جريمة ايه الغدر طيب نخش على موضوع جديد اللي هو جرائم القتل القتل عبارة عن ايه؟ ازهاك روح انسان بفعل انسان اخر يعني هنا شخص اثر شخص تمام؟ فهنا بتسمى ايه قتل ازهاك روح انسان بفعل انسان اخر طيب الارقان خلي بالك جرائم القتل عندي كذا جريمة قتل عمدي وقتل غير عمدي او قتل عمدي مخفف وقتل بالخطأ فعندي جرائم قتل كتير ولكن مش كلهم بيشتركوا في ارقان واحدة ده هم فيه ركنين بس سبتين في جرائم القتل وفيه ركن مش هتلاقيه موجود الا في جرائم معينة يعني انا لما اجا اقول لك قتل عمدي يبقى اكيد فيه ركن مدي وفيه ركن ايه معنوي ده اساسي انما لما اقول لك قتل غير عمدي اذا هو مش قاصد ان هو يرتكب الجريمة صح فهقول ان فيه ركن مدي اللي هو الفعل اللي حصل انما هل فيه ركن معنوي اكيد لا طبعا هنا ما فيش ركن معنوي فبالتالي جرائم القتل هتلاقيه بتشترك في ركنين واحد محل جريمة القتل اللي هو الانسان ولازم ان يكون على قيد الحياة يعني انسان عايش واحد عايش مش واحد ميت واددله مثلا اضربه بالرصاص هو ميت ونقول كده جريمة قتل اكيد لا طبعا اتنين الركن المدي اللي هو الفعل خلي بالك هنا زكرت محل الجريمة وركن مدي ما جبتش سيرة خالص عن الركن المعنوي لان الركن المعنوي موجود في بعض جرائم القتل ومش موجود في بعض الجرائم الاخرى بتاعة القتل طيب الرقم اتنين اللي هو الركن المدي للقتل له سلاسة عناصر واحد النشاط الاجرامي اللي هو الفعل اللي انا عملته اتنين النتيجة الاجرامية اللي هو ازهاق روح المجن عليه اللي هو ميت تلاتة علاقة السببية ايه علاقة السببية لازم ان يكون هناك علاقة بين النشاط اللي انا عملته والنتيجة يعني سبب موته لما انا ضربته بالسكينة مثلا سبب موته لما انا ضربته بالسلاح مثلا يعني لازم ان يكون ده سبب مش سبب اخر طيب فيه بعد كده عقوبة القتل العمد القتل العمد ليه عقوبتين هو اولا بس يعني عقوبتين على اساس ان انا هقول في قتل عمد بسيط وفي قتل عمد ايه مشدد القتل العمد البسيط العقوبة بتاعته بتبسجن مؤبد او سجن ايه مشدد قتل عمد بسيط ندي مثال بسيط واحد مثلا ماشي في الشارع اتنين نتشكله مع بعض واحد ضرب التاني هما مش محضرين اي حاجة ولا مجهزين ان هما حدا يموت التاني لا يجدوا بالصدفة نتيجة مثلا النرفزة من ده ومن ده وعصبية ضربوا ضربة جامدة مات فيها هنا اسم قتل عمد بسيط لان ما كانش فيه اي ظرف من ظروف التجديد متوفر هنا فهنا بيبال عقوبة سجن مؤبد او سجن ايه مشدد اما القتل عمد المشدد عقوبته على طول ايه اعدام بس بشرط يكون اصابه او مقترم بظرف من ظروف ايه التجديد وظروف التجديد هنسكرهم دلوقتي ست طبعا ظروف زي سبك الاسرار مصرر ارتكب اعرف واحد قاعد هادي راسي وبرضه مصر ان هو يرتكب ايه الجريمة اتنين الترصد زي ما واحد بيتربص لمكان الواحد يعني في مكانه بيستخباله اللي هو لو هو اول لما يخش مثلا عليه يهجم عليه ويبغطه كده وروح جايب مووته تلاتة القتل بالسم زي ما واحد بيحط الواحد في الاكلة سم فيها طبعا غدر وخيانة لان عمره متوقع ان الاكل يكون في سم تلاتة اكتران القتل بجناية لو هم جريمتين جريمتين قتل جريمة اولة وجريمة تانية والاتنين في وقت ايه المدة زمانية ما بينهم بسيطة خالص خمسة ارتباط القتل بجنحة زي مثلا واحد داخل يسرق وقتل عشان يعرف يسرق ستة قتل جريح الحرب وقلنا ان جريح الحرب طالما هو عدو اه ومصاب قدامي المفروض طالما جريح ان انا ما ايه مضربوش ولا موتو ولو قتلته ساعتا باخد ايه اعدام دي ظروف تشديد لو لقيت اي ظرف من الستة دول موجود هتبقى العقوبة ايه اعدام طيب ايه هو سبك الاسرار سبك الاسرار هو التصميم على ارتكاب جنحة او جناية ويكون الغرض ازاء شخص معين او اعداد وسيلة الجريمة ورسم الخطة خطة التنفيذة بهدوء دون انفعال يعنى هو شخص قاعد هادي وراسي وبرضه مصمم على ارتكاب الجريمة يبسمه سبك الاسرار عنده اسرار ان هو ارتكب ايه الجريمة طبع العقوبة بتاعتها ايه اعدام الترصد اللي انا ارتكب انتظار بتربص او انتظار انسان لشخص في جهة او جهات كثيرة مضة طويلة او قصيرة لقتله او ازاءه او ضربه سواء كان متخفع او لا يعني واحد بينتظر واحد في مكان معين بيستخبله كده في مكان معين واول لما يجي يبغطه كده ويهجم عليه ويدربه او يموته على طول فهنا اسمه الترصد طبعا ما حدش يعمل الترصد ده بالصدفة ده اكيد بيبقى مدركه واعه وبيعمل ايه فبالتالي العقوب بتاعنا بيبقى ايه اعدام القتل بالسم وهو قتل شخص عامدا باستعمال السم سواء مات طبعا في الحال او مات بعد فترة هنا قتل بالسم زي واحد بيعمل له واحد اكل او عصيره بيحط له في الاكل ولا عصير ايه سم فهنا بيبصمه قتل بالسم والعقوبة برضو بتبقى ايه اعدام لان طبعا ما حدش يحط السم بالصدفة طيب حجم تشديد عقوبة القتل بالسم طب هو ليه القانون وصل عقوبة القتل بالسم الى الى الاعدام ليه ليه شديده اولا بس اشانعرفك حاجة القتل بالسم ده يعتبر اسهل انواع القتل من السهل جدا واحد يحط الواحد السم في الاكل ويأكله ويموت على طول يعني اسهل طريقة للأكل صح كده بس انا لما بدي واحد اكل عشان يأكل هل هنا مش الموضوع جاي اللي هو ايه وصك في يوم الطمن ليه فبيأكله يوم الطمن ومش متوقع ان انا هاخده بيه فالقانون شدد العقوب بسبب لانها تنطوع على غدر وخيانة من الشخص اللي وضع السم اتنين صعوبة اكتشافها من الصعب جدا ان شخص يكتشف حتى ما فيهش مكاومة هيكاوم ايه ده انا هتطلو السم هو كاله على طول فطبيعة يموت صح كده فمفيش ايه مكاومة منه ثلاثة سهولة ارتكابها من السهل جدا ان اي شخص ايه يرتكبها يبا دي علة التشديد سؤال اخر تعريف الخطأ غير العندي هناك خطأ بيسمى خطأ غير عندي هو مش قاصد يرتكبه زي هو اخلال المتهم عند تصرفه بوجبات الهيطة والحزر التي فرضها القانون زي واحد راكب عربية بيسوق بسرعة رهيبة جدا والمفروض في المكان دوت مثلا منطقة مدارس او منطقة سكنية يمشي بهدوء هو هنا مش قاصد يتل بس ولكن هو يعني ايه ما خدش ما عملش بوجبات الهيطة والحزر زي مثلا برضو واحد بيهدف مبنى فالمفروض يحط كده حواجز تمنع المرة ان هم يعدوا من تحت المبنى عشان ما تقعش عليهم حاجة ومع ذلك ما حطش هزي الحواجز في نبي بيسموه خطأ غير عمدي طيب صور الخطأ غير العمدي اربع صور ممتين جدا الرعونة والاهمال وعدم الاحتياط والتحرز وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللواح والانظمة الرعونة زي هو صوت تجدير او نقص المهارة او الجهن بما يتم العلم به زي واحد ما بيعرفش السوق عربية وركب عربية بسوقها اول مرة فطبيعي ان هو هيرتكب اي خطأ وممكن يموت اي حد فين اسمه خطأ اه بس خطأ غير عندي هو مش قص طبعا يقتل بس هو عنده رعونة طبعا تعرفش يعني السوق مفروض ما تركبش العربية اتنين الاهمال هو امتناع الجاني عن اتخاذ العناية اللازمة لتجنب حدوث النتيجة غير المشروعة ده مهمل زي مثلا حارس السكة الحديدة المفروض ان هو عارف ان فيه كطار هيجي كمان شوية فالطبيعي ان هو هي في السكة ما يخليش حد يعدي ومع ذلك هو اهمل في الموضوع فارتكب كده خطأ ايه غير عندي عدم الاحتياط والتحرز هي حالة ما اذا اقدم المتهم على فعل خطير مدركا خطورته متوقعا ما يحتمل ان يترتب عليه من اثار ولكن لم يتخذ من الاحتياطات التي من شانال حيلولة دون التحقق هذه الايه الاثار زي ما سألتلك واحد جهة عند منطقة مدارس او منطقة سكنية وبسوق العربية بسرعة المفروض في المكان ده ما تمشيش بالسرعة دي كلها فطبعا طبيعي ان هو ممكن وارد يغبط اي حد ويموت فهنا بيسمى خطأ ايه غير عندي اخر واحد طبعا لو ما رعاش القوانين والقرارات واللواح والانظمة زي اشارات المرور يجي يقولك خلاص الاشارة افرتي بالمفروض العربية ما تمشيش هو ام جاي ايه ماشي بالعربية فخبط المرة وهم مع الدين فهنا طبعا ما رعاش القوانين والقرارات فبالتالي اعتبر برضو خطأ ايه غير عندي طيب وسائل الاعتداء على سلامة الجسم ايه وسائل الاعتداء على سلامة الجسم عندي تلات وسائل الدرب الدرب طبعا لما بضرب شخصة لو تبقى اعتددت على الجسم او على سلامة الجسم الجرح طبعا ضربته بس عورته حصل قطع في الجسم بتاعه فبالتالي برضو ببديء من دمن الاعتداء على سلامة الجسم ثلاثة اعطاء المواد الضرة لو وديته اي مواد الضرة تأثر على جسمه تأثر على نظره تأثر على سامعه خلاص فدية برضو تعتبر باعتدي على سلامة الجسم يبقى الضرب هو كل اعتداء ما ديق على جسم المجني عليه يسبب له ألما ولو مؤقت خلي بالك هنا الضرب ما فيهاش ايه ما فيهاش اي جرح لا هو كل اللي فيها ضرب هيحدث آلام ولو بشكل مؤقت يعني مثلا لو انت ساعة ساعتين يوم يومين الكلام ده كله طيب اتنين الجرح هو كل اعتداء على سلام الجسم المجني عليه من شانيه أن يحدث قطعا أو تمزيقا بأنسكة الجسم زي مثلا عورت واحد يعني مثلا مسكينه قمت جاي معور ايده مثلا فين حصل ايه جرح تلاتة اعطاء المواد الضرة هي الجواهر غير قاتلة التي ترتب من جراء تناولها الإدرار بسحة المجني عليه هتأثر بقى لأي حاجة عنده مثلا زي الشم أو السمع أو النظر مثلا طالما هتأثر فيه الجسم بتاعه يبا انا كده بعتدي على سلامة ايه الجسم طيب نخش على موضوع جديد تعريف السرقة هو أصلا السارق هو مين هو كل من اختلسه مال منقول مملوك ايه لغيره يبا اي شخص بيختلس مال منقول مملوك للغير بيعتبر هنا ايه شخص صارق وهنا بتكون طبعا تقع جريمة السرقة لو لاحظنا ان جريمة السرقة يعني تقع على مال ولازم ان يكون مال منقول ولازم ان يكون ملك ايه الغير مال ومنقول وليس عقار ولازم يكون ملكي الغير لان ما حدش طبعا بيسرق المال بتاعه يعني لازم ان عشان اقول جريمة السرقة يكون المال ملكي الغير وليس ملكي ايه انا طيب الارقان اللي بتقوم عليها جريمة السرقة تلات ارقان ركن مادي محل الجريمة ركن معناوي الركن المادي اللي هو فعل الاختلاص اللي انا بستولي على مال مش بتاعي بنق الحياسه بدلا ما كان تحت مالكه اصبحت تحت ايه ملكي انا او تحت حياسي انا اثنين محل الجريمة وهو المال المنقول المملوك للغير يعني لازم ان يكون مال ومنقول ومملوك للغير ده محل الجريمة الحاجة اللي انا اخدها يعني تلاتة ركن معناوي اللي هو بتاخذ صورة القصد اللي ايه الجنائي اللي انا عارف اللي انا بعمله غلط ومع ذلك بعمله عارف ان المال ده مش بتاعي ومع ذلك اتجت اردت ان انا استولي على هذا الايه او ااخد هذا ايه المال يبا هنا تكون وقع جريمة السرقة طيب ايه عناصر الاختلاس في جريمة السرقة عنصرين واحد طبعا اللي هو في الركن المادي يعني الاستلاع على الحيازة بدلا ما كانت الحيازة تحت ايدك انت وهي ملكك انت الحاجة اصلا خدتها منك واستوليت على الحيازة خليتها تحت ايدي انا تمام اتنين عدم رضاء المجنة عليه ان انا اخدت منك المال وانت اصلا مش موافع ان انا اخد منك المال ده انا اخدت منك غصب عنك مش بقرطك خلي بقى لو انت سلمتين المال بقرطك الشخصية وانا مرضيتش ارجع لك المال هنا مش سرقة انما قيمت اقول سرقة لما اخد منك المال غصب عنك بدون ايه ارطك فيه بعد كده شروط التسليم اللي يمنع منك يوم الاختلاص عشان اقولت لك لو انا سلمتك الحاجة بايدي وانت خدتها مني ومرضيتش ترجع لي هل هنا جريمة سرقة لا طبعا مش جريمة ايه سرقة لان انا اللي سلمتك الحاجة بايدي صح كده او بنفسي يبا هنا مش جريمة سرقة بس لها شروط لازم يكون سلمتك المال بقى واحد ان يكون التسليم حاصلا عن ارادة معتبرة قانونة اولا لازم ان اكون انا واحد ايه يعني عاكل وبالل صح كده يعني لو شخص مجنون او طفل صغير سلمك الحاجة وانت مرضيتش ترجع له هنا سرقة لان هنا ايه ما فيش ارادة اصلا معتبرة قانونة انا لازم ان يكون سلمك الحاجة بايرادته الشخصية شخص واعي ومدرك وبيعمل ايه ومسلم الحاجة بايرادته اتنين ان يقصد بتسليم نقل الحيازة للمسلم اليه انا هنا بسلمك الحاجة وقاصد ان انا نلحيازتها من عندي لعندك لو انت مرجعتش ليه من السرقة لان انا لم سلمها لك بنفسي وانا قاصد ان اخلي الحيازة تحت ايه ده كنت تلتة ان يكون التسليم صادر من ملك شيء طبعا لازم ان تكون الحاجة ايه هي حاجتي وانا اللي سلمتها لك تب لو هي مش حاجتي وانا خدتها وسلمتها لك لا هنا جريمة ايه سرقة يبقى خلي بالك التسليم بيمنع منك يوم الاختلاص ولكن بشرط يكون هناك ايه تلتة شروط مهمين لازم ان اكون سلمتك الحاجة بقراطة الشخصية ولازم ان تكون يتي متجهة الى ان انا نلحيازة من اسمي لاسمك او من الحاجة بدلا ما كانت تحت ايدي انا طبعا تحت ايدك انت ولازم ان طبعا تكون الحاجة ملكي انا مش ملكي ايه الغير لو حصل كده يبقى ما فيش جريمة سرقة اما لو مش متوفرة زي تلتة شروط ساعتها تعتبر جريمة ايه سرقة طيب الشروط الواجب توفرة في المال محل الاختلاص في جريمة السرقة طبعا من اسمها احنا قلناها على طول لما قلناها في الاركان لازم ان يكون المحل ايه مال يعني اي حاجة بص مال يعني مش تزمن فلوس مال يعني اي شيء يقدر بمال العربية تقدر بمال صح كده يعني مثلا غسالة دي حاجات كلها تقدر بايه بمال يبقى انا مقصدش هنا المال اللي وفق النقود مش الفلوس لا اي شيء هنقدر نقدره بالفلوس اتنين هن يكون المال منقول مش عقار السلعقار سابت هيتسرق ازاي ما انا هقدر اتتبع صاحبه واقدر اجيب العقار لان الشيء هتبدأ الموجود هي هتتحرك من مكانها اكيد لا انما مثلا لو سرق مني عربية اه ده انا صعبة جدا انا ممكن اوصله مئة اوصله واجبها فهنا لازم يكون محل جريمة مال ومنقول تلاتة لازم ان يكون مملوك لمين للغير وليس ملكي انا لليم حدش بيسرق المال اكيد ايه طيب ما لا يعد مال مملوك لغيري في بعض الاموال بقى لا تعد ملكي لغير وبالتالي لو انا خدت هزي الاموال مفيش جريمة سرق زي مين واحد الاموال المباحة مثال زي المال المباحة مثلا شفت كده السمك اللي في البحر لو انا روحت استططه سرقه لا طبعا من السرق ده مال مباحة صح كده ده مال لكل الناس المية اللي في البحر خدت مية مثلا او اللي في النيل خدت مية من النيل هل دي جريمة السرقة؟ أكيد لا طبعا ده مال إيه مباح لكم ثلاثة اتنين استلاقى الشخص على مال مملوك له هو أنا لو رحت مثلا عندي سوبر ماركت وجايب واحد قاعد على الكشير ودخلت كده خدت الفلوس اللي في الخزنة هل هنا جريمة السرقة بالنسبة لي؟ لا طبعا ده المال بتاعه أنا يبقى هنا دوت لا تكون بيه جريمة السرقة ثلاثة الأشياء المطروقة أو المهملة لو أنا جبت مثلا تليفون جديد وكان معاي تليفون قديم رميته رميته في الشرقة واحد هو ماشي لقى التليفون ويعني أنا شايف أن أنا رميه وده مال مهمل يعني مالوش لازمة كده خلاص خدت التليفون هل هنا سرقة؟ لا طبعا مش جريمة السرقة لأن المال دوت مال إيه؟ مال مطروقة أو مال إيه مهمل فبالتالي لا تكون بيه جريمة السرقة فعد ثلاثة أموال كده اللي هتكون عليهم جريمة السرقة الأموال المباحة واستلاق الشخص على مال مملوك له والأشياء المطروقة أو المهملة طيب فيه بعد كده حالات وقوع جريمة السرقة من المالك على ماله ما انترس إيه اللي من شوية ما حدش بيسرق ماله لا هناك ثلاث حالات بقى يقع بهم جريمة السرقة لو شخص ممكن يسرق المال بتاعه وتقوم بساعتها جريمة السرقة إذا يعني أنا ممكن أسرق المال بتاعي وأقول عليها جريمة السرقة آه إمتى؟ واحد اختلاص المالك لأشياء المحجوزة عليها قضائيين أو إداريين أنا كان عند عربية المحكمة نتيجة واحد كان رفع عليها دعوة حجزت على هذه العربية ينفع أنا بعدما المحكمة تحجز عليها أروح أخذ العربية لو خطت العربية بجريمة السرقة رغم أن هي مالي آه بس طالما المحكمة حجزت عليها بما ينفعش أن أنا إيه أخذ هذه العربية أو أتصرف فيها لو خطت وعتبر جريمة السرقة اتنين اختلاص المالك لأشياء المنقولة التي رهناها اللي دين عليه واحد أنا عليها لفلوس فلوس لواحد فقال لي أنا مضمناكش أن أنت تدفع لي الفلوس قلت له خلاص العربية دي هعملها لك عائد رهن العربية دي بتاعتك لو أنا ما سددش الفلوس عليها وعملنا عائد رهن وبعد ما ديته العربية خدتها منه تاني العربية دي المفروض أصلا ما أخدهاش دلوقت رغم أن هي مالي آه بس ما المرهون فالمفروض يفضل لغات ما رهن يخلص أو لغات مسدد الأموال اللي عليها صح؟ أنا لغات دلوقتي ما سددش وامت جاي واخد العربية ورجعتها ليا دي ما المرهون المفروض ما كنتش أن أنا أخدها لو خدتت بعض طبال جريمة إيه سرقة ثلاثة إذا قدم المالك للمحكمة أثناء تحقيق قضية سندا ثم قام باختلاص ذلك بأي طريقة مثلا كانت في قضية قدام المحكمة وأنا مقدم مستندات أو أوراق مثلا تثبت أحييتي يعني مثلا في حاجة معينة إن أنا ليه حق في حاجة معينة وبعد ما ديتها للمحكمة بأي شكل من الأشكال سحبت الوراق ده كده من تحت إيد المحكمة وأحدش أخد باله هو وراء أنا اللي مقدمه ومستندات بتاعتي أنا بس مش من حق ترمسها لإنتال المحكمة اللي أنا أخدها صح؟ لو خدت هذه الأموال بدون طبعا من محكمة تكون على علم اللي أنا أخدها بأخدها من وراها مثلا تعتبر جريمة إيه سرقة رغم أنها هذه الأموال أموالي صح؟ ولكن تكون بها جريمة إسرقة يبقى ثلاث حالات هنا ممكن الشخص يسرق المال إيه بتاعه من حالات مثلا السرقة المشددة اللي هو السرقة بالإقراه يعني إيه سرقة بالإقراه؟ هي ما يبذل الجانب من أعمال عنف لتعطيل قوة المكاومة دي المجن عليه ابتغاء إتمام السرقة مثلا بخش على واحد الحجام يكتفه كانت مبقه أحط له منوم يبقى أنا كده عملت إيه؟ أعملت عليه إقراه عشان أمنعه أنه يقومني يعني لو كتفت شخص أو كتمت بقه أو أديته مثلا منوم عشان أسرقه يبه هل كده هيقدر يقومني؟ لا طبعا فبالتالي هنا تسمى إيه؟ سرقة بالإقراه طيب شروط الإقراه بس أنا عشان أقول الإقراه دوت موجود وحصل مني إقراه هناك أترى شروط أن يكون الإقراه مدي يعني يقع على جسم الإنسان تمام؟ اتنين أن يكون الإقراه على الأشخاص وليس حيوانات يعني مثلا دخلت فيلا عشان أسرق الفيلا لقيت مثلا فيه جايبين كلب مثلا حطينه داخل الفيلا دخلت ومتجاي كاتن بقى هذا الكلب مثلا هنا هنا سرقة بالإقراه؟ لا طبعا إن القانون قال لك إيه؟ لازم تقع السرقة على إيه؟ يعني الإقراه لازم أن يقع عليه على أشخاص وليس حيوانات رقم ثلاثة أن يكون الإقراه بقصد السرقة وأنا هدفي إيه من الإقراه؟ إن أنا أسرق يعني أنا كتفت الشخص أو حطيت له المنوم ليه؟ هدف الموضوع ده كله إيه؟ إن أنا أسرق يبه واحد أن يكون الإقراه مدي على جسم الإنسان أن يقع الإقراه على الأشخاص وليس على حيوانات أن يكون الإقراه بقصد السرقة طيب شروط جناية السرقة ليلا من شخصين في أكثر ما يحمل سلح برضو من دمن جناية السرقة أنا خلي بالك السرقة برضو في عندي حالات بقول عليها جناية وفي حالات بقول عليها جنحة يعني في بعض السرقة بقول عليها جنحة سرقة وفي بعض السرقات بقول عليها جناية سرقة طيب شروط بقى جناية السرقة ليلا من شخصين في أكثر خلي بالك من اسم الجريمة تطلع الشروط واحد حدوث السرقة ليلا يعني لازم أن تحصل بالليل اتنين أن تكون السرقة من شخصين في أكثر يعني اتنين تلاتة اربعة وانت طالع رقم تلاتة أن يكون أحد المتهمين على الأقل حاملا لسلاح ظاهر أو سلاح مخبع يبقى بص اسمها ايه شروط جرية السرقة ليلا ادى اول شرط من شخصين في أكثر ودى تاني شرط مع حمل سلاح ودوة الشرط الايه التالت النظب احنا كده خلصنا من السرقة نخش بقى على جريمة أخرى اسمها النظب النظب عبارة عن ايه استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس لحمل المجن عليه على تسليمه مال منقول مملوك له أو للغير بص بقى جريمة النظب زي مثلا انا عندي محل ساعات وببيع ساعة فانت جاي تشتري مني في عطلة خلي بالك الساعة اللي معي دي ساعة دهب ان انا ممكن ابقى عليك دولة تبقى الف جنيه تروح تبيحها انت عند حد تاني او تروح تفككها وتاخد منها الدهب اللي جوا ده وتبيعه وتجيب فيه جيبتها عشر تلاف جنيه وعمل اقناعك ان انت تشتريها فطبعا واحد تابعي هيخش من بره بس انت ما تعرفش ان هو تابعي دخل ايه ده هينترس عندك الساعات دي انا عايز الساعة دي فانت طبعا بصت له بتقوله ايه شميعنا يعني الساعة دي قالك لا ده انا اخدتها منه من كام يوم خدت منه ساعة زيها وروح تبيعتها كسبت فيها قدي كده ده المكان اللي جواها دهب طبعا انت بابدأ الموضوع يلعب في دماغك اللي وقتا من ليه ماخدهاش انا تمام هنا انا عملت ايه استخدمت وسائل تدليس معينة عشان احملك على ايه على انت تاخد الحاجة صحي كده هنا هتدفع لي فلوس بس انت دافع فلوس على اساس ان الساعة ايه دهب طب هل هي دهب لا طب انت كنت ممكن تدفع فلوس على المبلغ ده لو انت تعرف ان هي مش دهب لا طبعا فانا هنا عملت ايه جريمة نظب نظبت عليك استخدمت وسائل تدليس معينة عشان اقدر اخليك تدفع لي ايه الفلوس فانا بتسمى جريمة النظب طيب عناصر ركن المادة لجريمة النظب اعني ثلاثة عناصر طبعا السلوك الاجرام اللي هو الفعل اللي انا عملته اللي هو التدليس اللي انا عملته عليك او الاحتيال النتيجة اللي اترتب على هذا السلوك اولا لما احتل عليك وادلس عليك الا هيحصل منك ان انت هتسلمني المال بتاعك فانا بالتالي هستولى على المال ايه المال بتاعك ثلاثة علاقة السببية لازم يكون سبب اللي خلاك تديني الفلوس التدليس اللي انا عملته يعني من غير التدليس اللي انا عملته يعني من غير التدليس هنا مش دبا فيك جريمة نظب لازم ان اكون عملت تدليس وبنان على هذا التدليس ايه انت سلمتين المال ساعتها لو حصل ان انت سلمتين المال بنانة على التدليل الزوت يبقى هنا جريمة النظم اللي هي علاقة السببية طيب فيه بعد كده ترك السلوك الإجرامي في جريمة النظم ايه الترك بقى اللي انا بستخدمها ترك السلوك الإجرامي في جريمة النظم زي استعمال ترك احتيالية زي التصرف في مال غير مملوك للجاني وليس لقى حق التصرف فيه زي اتخاذ اسمه كاذب او صفة غير صحيحة زي مثلا اللي هي اتخاذ اسمه كاذب او صفة غير صحيحة واحد هو مش دكتور وكيب يفطى وكتب على ان هو اسمه دكتور كذا وعمل عيادة ولبس بلطه ابيض هو هنا يعني اتخذ اسم كاذب اولا مش اسمه زي ان هو اتخذ صفة مش صفته اصلا يعني هو مش دكتور بس كتب ان هو ايه دكتور ونصب على المرضى اللي بيجوره طيب صور المزار الخارجية طبعا فيه انا ممكن استخدم المزار الخارجية عشان احمل الشخص الاخر ان هو يدفع لي الفلوس صح كده زي تدخل شخصا اخر لتايد مزعم الجاني زي ما انا قلت لك انا عمال اقول لك الساعة دهب الساعة دهب وجي واحد تعبعي من برة افجال ايه ده انت لسا عندك الساعة دي ده انا عايز الساعة ديه دهد عشان دهب فهنا دوت واحد بيأكد الكلام بتاعي فهنا طبعا دي اول صورة من الصور المزار الخارجية زي القيام باعمال مادية زي مثلا واحد نازل من عربية فخمة او مثلا هو واحد مش دكتور ونازل لابس بقى بلطه ابيض وجيب مماردات معاه وكلام ده كله فطبعا دي مظاهر خارجية تخلي الشخص يفتكر ان هو فعلا دكتور او ان هو راجل اعمال كبير ومثلا ان هو عند صاحب شركة ممكن يشغل الفلوس بتاعة تتحقق الارباح وهكذا تلاتة طبعا استعانة بظروف قائمة زي مثلا لقيت حفلة خيرية شغالة استغلت بقى الموضوع وقفتنا برا كده على باب الحفلة وكل اللي داخل بدأت اعمل لانا اكني باليم ايه تبرعات قال لهم انا من تبع منظمين الحفلة الخيرية ديت ومحتاجين شوية تبرعات واستغلت الظروف القائمة وسحبت منهم ايه فلوس طبعا انا لا لايه علاقة بالحفلة ولا الحفلة الخيرية ولا انا من منظمين ولا اعرفهم اصلا بس استغلت ايه الظروف والوضع اللي احنا موجودين فيه ونصبت على الناس اللي كانت داخلها تحضر الحفلة طيب جريمة اخرى اسمها جريمة خيانة الامانة عبارة عن ايه خيانة الامانة هي اختلاص او استعمال او تبديد مال منقول مملوك للغير سلمة الى الجانب وناء على عقد امانة خلي بيرا قلنا ايه استعمال او تبديد او اختلاص مال منقول مملوك للغير سلمة للجانب وناء على عقد ايه امانة طبعا وعقود الامانة محددة في القانون على سبيل الحصر هما خمس عود يبقى هنا انا عملت ايه اختلاص او استعملت او بديد عملت ايه بقى التلاتة دولة عملت فيهم ايه يعني عبارة عن ايه يعني مال منقول مملوك للغير بس عشان اقول خيانة امانة لازم ان يكون ايه سلمتك هذه الحاجة وناء على عقد ايه امانة يعني انا مثلا روحت البنك وحطيت مبلغ من اموال في البنك طبيعي البنك هديني وسط يثبت ان انا دفعت فلوس صح كده بعد فترة روح تاخد الوديعة بتاعت اللي انا حطيتها في البنك قال لي ملكش عندي فلوس يبقى كده البنك اعتبر عمل ايه خاني الامانة اثبتها ازاي بناء على عقد اللي احنا عملناه طيب لو احنا ما عملناش عقد هو في خيانة امانة بس من الصعب اللي انا ايه اثبتها فبالتالي عشان اقول خيانة امانة لازم يكون المال سلم للشخص الجاني بناء على عقد ايه امانة يعني لازم ان يكون عملنا ايه عقد بينه بينه بيسمى عقد امانة وطبعا قلنا ان عقود الامانة ذكرت في القانون على سبيل الحص هما خمس عقود وهنذكرهم في الاسئلة الجاية طيب ارقان جريمة اتغانية الامانة عندي اربعة واحد ركن مادي اللي هو الفعل اللي انا عملته اثنين اللي هو فعل طبعا فعل الامتنية يعني لم اردتش ارجع المال يعني محل الجريمة اللي هو المال اللي معايا او الشيء اللي معايا ثلاثة ان يكون ذلك اضرارا بالمجنع عليه مالك الشيء يعني لازم طبعا اكون يعني هو انا لما مرجع لكش المال بتاعك دريتك ولا ما دريتكش لو خدت منك مال على سبيل الامانة زي مثلا قطعته ماشي على سبيل الامانة وبعتها او فصلت منها ملابس وكلام ده كله دريتك ولا ما دريتكش دريتك طبعا رقم اربعة الركن المعنى واللي هو القز الجنائي لان انا عارف اللي انا بعمله غلط ومع ذلك اتجت اردت ان انا اعمل انا عارف ان المال مش بتاعي والمفروضة رجعه لصاحبه ومع ذلك اتجت اردت ان انا ايه مارجعوش لصاحبه طيب شروط المال محل جريمة خانة الأمانة المال دوات ليه شروطم اللي هو محل الجريمة واحد أن يكون مال منقول برضو إن القانون ذكر أنه لازم أن يكون منقول وليس عقار تنين أن يكون مملك لغير الجاني لازم أن يكون المال مش ملك شخص الجاني دا يب Sarah's主 ثلاثة أن يكون التسليم بناء على عقد من عقود الأمانة يبقى لازم أن يكون سلمتك المال بناء على عقد إيه أمانة طيب لو انا سلمتلك من غيره عقد امانة هو فيه خيانة امانة فعلا بس مش اقدر اثبتها فلازم عشان اقول ان الجريمة تحققت او موجودة او اقدر اثبتها يكون عمانة عقد ايه امانة طيب انواع عقود الامانة اولتلك ذكرت على سبيل الحصر الحصر لما خمسة بالزبط واحد الوديعة عقد الوديعة اولتلك اوه روحت البنك وحطيت فلوس والبنك ما ايه مرضاش يرجع للفلوس بعد فترة ساعة ابخار الامانة هزبتها ازاي بلانة العقد الوديعة الاجارة لو انت اجرت مني شيء مدة معينة وبعد انتهاء مدة الاجار ما رجعتش شيء يبا انت خمت الامانة اثبتها بلانة على عقد الاجارة عقدة عارية الاستعمال لو انت استعرت مني مثلا كتاب لمدة معينة وبعد انتهاء المدة ما ردتش ترجع الكتاب يبا انت هنا عملت ايه خمت الامانة اثبتها ازاي بلانة على عقدة عارية الاستعمال الرهن الحيازي لو انا رهنت لك مثلا عربية خليها تحت حيازتك لو هيتما سددلك اسدد المال اللي علي بعد ما سددت المال بقولك هات العربية اللي انا ديتها لك رهن مرضتش ترجع علي يبا انت هنا خونت الامانة هزبتها بنانا على عقد الرهن الحيازي خمسة الوكالة لو انت مثلا انت وكيل عني انت انا الموكل وانت الوكيل عني وانا وكلتك ان انت تروح تعمل اعمال معينة او تبيع لي حاجة معينة ونجيب لي فلوسها جيت بقولك هات الفلوس ما جبتاش يبا انت خونت الامانة اثبتها بنانا على ايه على عقد الوكالة يبا انا عندي كده خمس انواع من عقود الامانة الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن الحيازي والوكالة طيب نخش على موضوع بعد كده الحدث مين هو الحدث هو من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحاف طبعا عشان اقول الحدث يعني الشخص اللي هو الطفل اللي وقت ارتكاب الجريمة كان سنه اقل من 18 سنة فهنا بسمي ايه حدث طيب خلي باقي انا مش دعوة بوقت القبض عليه لا انا يهمني وقت ارتكابه للجريمة فسنه لازم يكون اقل من 18 سنة عشان اقول عليه ايه حدث القانون طبعا وضع للطفل اللي هو الحدث اللي هو اقل من 18 سنة كعقوبات مختلفة عن الشخص اللي تم 18 ايه سنة ولكن قسم الحدث الى 3 مراحل مرحلة اولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة المرحلة الاولى اللي هو الطفل اللي سنه اقل من 15 سنة المرحلة التانية اللي هو الطفل اللي هو من 15 الى 6 ولم يتجاوز 16 سنة المرحلة التالتة اللي هو من 16 الى 18 يبقى كده مراحل العمر الحدث اسمنها لتلاتة طفل مرحلة اولى اقل من 15 سنة طفل مرحلة التانية اللي هو من 15 ولم يتجاوز 16 طفل مرحلة التالتة اللي هو من 16 سنة ولم يتجاوز 18 سنة فهنا بنقول دول التلات مراحل اللي القانون قال عليهم طب ايه العقوبات اللي تطبك على الطفل لازه لم يبلغ الخامسة وعشر من عمره ايه هو العقوبات ده اللي بتطبق على الطفل مثلاً اللي هو طفل مرحلة خلي بالك وارد يجيلك السؤال ده في الامتحان يقول لك ايه اسكر عقوبات التطبق على طفل مرحلة الاولى فانا عارف ان طفل المرحلة الاولى سنه اقل من 18 ايه طفل مرحلة الاولى سنة أقل من 15 سنة طيب العقوبات بتاعتي 1. التوبيخ 2. التسليم 3. الالحاج بالتدريب المهني 4. الاختبار القضائي 5. الالتزام بوجبات معينة 6. العمل للمنفع العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته 7. الإداع في أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية 8. الإداع في أحد المستشفيات المتخصصة هنا دول 8 عقوبات بتطبقوا على طفل المرحلة الأولى لو لاحزنا أصلاً عقوبات كلها عقوبات خفيفة ولكن إيه الفكرة؟ لأن ده الطفل صغير مش فاهم ولا واعي حاجة خلي بقى طفل المرحلة الأولى هتلاقي سنه طبعاً دهات اللي هو ببدأ سن التمييز اللي هو من 7 سنين لغاية طبعاً عشان هو مرحلة أولى يبقى أخيرنا لغاية 15 سنة طبعاً أقل من 7 سنين ده بيبقى زيه مثلاً طفل صغير غير مميز مش هحزبه كذلك برضو لو هو مجنومة بحزبوش لو أقل من 7 سنين إنما عندك من 7 لغاية ما توصل لـ 15 دولة 8 عقوبات اللي احنا نوقعهم عليه وعقوبات هطلع زيه عقوبات خفيفة طيب القصوة يعني كصوة هي التي من شانها الإخلال بشرف بشرف الناس أو إحداث ألم بإيه؟ بأبدانهم دوة اللي أنا باستخدم قصوة تجاه ناس معينة سواء مثلاً ضرب أو إن أنا بتكلم في حاجة خاصة بالعرض بتاعهم طيب أذكر أرقام جريمة استعمال القصوة مع الناس اعتماداً على الوظيفة إنه أنا موظف عام اعتماداً على وظيفتي بستخدم القصوة مع الأشخاص اللي موجودة قدامي اعتماداً على وظيفتي إيه الأرقام بها اللي مفروض تكون موجودة؟ واحد فعل مادي اللي هو فعل من أفعال القصوة اللي أنا قمت بيها اتنين حصول هذا الفعل من موظف عام اعتماداً على وظيفته يعني هذا الفعل لازم يكون قام بموظف عام وانا بقول ايه استعمال القصوة مع الناس اعتمادا على الوظيفة يبقى مين كده اللي يستعمل القصوة موظف عام يبقى لازم ان صفة الجاني اللي نقول عليها ايه موظف عام رقم 3 توفر قصد جنيه اكيد طبعا ما حدش يستخدم القصوة بالصدفة يعني اكيد طبعا بيتوفر لديه القصد يبقى كده 3 ارقام فعل مادي والصفة الجاني اللي هو رقم 2 و3 اللي هو الركن الايه المعنوي او القصد الجنيه طيب في جريمة اخرى اسمها جريمة اهانة الموظف العام او اهانة المحكمة خلي بالك في جريمة اسمها اهانة الموظف العام وفي جريمة اسمها التعدي على الموظف العام الاهانة هتبقى بالقول او بالفعل بالقول او بالفعل هي من اهانة موظف عام او رجل ضبط او مكلف في خدمة عامة او هيئة محكمة قضائية او ادارية بالاشارة او القول او التهديد يعني هنا إهانة اللي أنا بهينه بلفز مش كويس أو بالإشارة بشيقوله بحركة مش كويسة أو بهدده فهنا دي بتسمى جريمة إهانة الموظف العام يبقى بالإشارة أو بالقول أو التهديد أما التعدي لما بزقه أو بضربه أو بعوره وكده نكون حاولنا بقدر الإمكان أن احنا في الحلقة بتاعتنا نغطي جميع الأجزاء اللي موجودة في قانون العقوبات طبعا زي ما نقولت لكم في بداية الحلقة إن كل شيء عندكم مقرر من أول الصفحة لآخر صفحة بالتوفيق ليكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته